ها كده أحسن مش كده أوضح العربي أسهل دلوقتي فالمبنى ده هذا المبنى هو مبنى من يتذكر القاهرة ويتذكر شارع محمد محمود والجامعة الأمريكية يعني إذا دخلنا من مدان التحرير في شارع محمد محمود هذا هو صور الجامعة الأمريكية مكتوبة على الجامعة الأمريكية ومحمد محمود مدخل شارع محمد محمود يعني تقريبا من أول شارع محمد محمود عند ميدان التحرير إلى شارع الشيخ رحان إلى شارع الفلكي عند اللي كان في الجامعة الأمريكية يعرفوا الكامبس التاني المبنى التاني للجامعة كل هذه المنطقة فقط يعني عبارة عن يعني زي ما يقولوا بأمريكا هنا بنقول وان بلوك كان مكان ميدان معركة كان معركة مات فيها ناس كثيرين جدا في في المنطقة دي اللي تذكر هناك مكدونالد وهناك محلات تانية فهذا كان مكتوب على أول شارع محمد محمود على اليمين وعلى صور الجامعة الأمريكية فهنا هذا الكلام ضد الجيش لأنهم يعتقدوا أن الجيش هو الذي قتل كثير من الناس في مدخل شارع محمد محمود هنا أنا أرى بعض الأشياء هذا يعمل أو لا يعمل لا يعمل لا حول وقت الله بالله العلي العظيم معلش أنا أجيب حاجة أعمل يا شيخ هذا يعمل آه تمام آه الله أكبر آه في نفس نفس المبنى نقول هلا خالتي سلمية ماتت من يستطيع أن يعني يفهم خالتي سلمية ماتت معلش يأخذوا إنجليزي يعرفوا إنجليزي؟ يعرفوا الإنجليزي طب ممكن ممكن لترجم محد يترجم لنا خالتي سلمية ماتت حدي ترجم بالإنجليزي يا جماعة ها آه هنا بقى سلمية بيسفول أنت أو اسم خالتي هي سلمي طيب سلمية هي كانت الكلمة التي كانت تقال دائما في أول الثورة عندما قامت الثورة في 25 يناير كان هناك تعبير سلمية سلمية بيسفول سلمية لا ضرب لا شيء يعني في أول الثورة لم يكن هناك أي عنف أطلاقاً إنما كانت ثورة سلمية فهنا يقول خالتي سلمية ماتت ماذا يريد أن يقول ها خلاص ليس هناك سلمية هناك ضرب الجيش يضرب والناس تضرب فخالتي سلمية الله يرحمها ماتت فهنا طبعاً ارحل يا مشير ارحل يا مشير يعني اذهب طيب برضو نفس يقول الدخلية بلطجية لا للمحاكمات العسكرية جميع الرجال الشرطة أوغاد الآن ليس الجيش فقط إنما فقط كذلك الشرطة وطبعاً بلطجي من يعرف أنا لا أعرف كلمة إنجليزية كويسة البلطجي جس ثج ليس ثج لكن بلطجي فبلطجي أو ثج نفس هنا لا أعرف من يعني تفنن في عمل هذا الخط الجميل من يستطيع أن يقرأ هذا أنا قرأتها وأنا أنا أنا المخ وإنت العضلات أنا المخ وإنت العضلات لكن شكلها كده زي ما يكون قرآن يعني خط كوفي وجميل جداً لكن يقول أنا المخ وإنت العضلات يعني لا أعرف ما علاقة هذا بالاعتصام لكن هذا كله صور الجمعة الأمريكية هنا صورة بقرة وتحت كلام البقرة تنادي البقرة تنادي وتقول يا أولادي وولاد الشوم رايحين في النوم دي كلمات من أغنية قديمة جداً لواحد اسمه الشيخ إمام كان أحمد فؤاد نجم من سمع عن أحمد فؤاد نجم أحمد فؤاد نجم هو شاعر ثائر ضد مبارك وضد عيلة مبارك وضد السادات وضد عبد الناصر يعني هو كان ضد رجال العسكر دائماً وهو كان يكتب في شبابه غاني كثيرة خصوصاً ضد السادات وهذه أغنية من أيام السادات يتكلم عن مصر مصر بقرة دائماً الناس يستعملون البقرة رمز لمصر لأن مصر بقرة حلوب تعطي دائماً فيها خير دائماً فيتكلم على لسان مصر بط في شكل البقرة والبقرة تنادي وتقول يا أولادي أين أنتم يا أولاد الشوم يعني أنتم أولاد مش مخلصين أنتم أولاد غير جيدين لا تحموا البقرة ف ريحين في النوم نيمين غفلين لا يدافعون عن البلد فالأغنية دي تقريباً في كل تجمع في كل جمع صغيرة تسمع الأغنية على البوم بوكسز وهم يقولون والبقرة تقول يا أولادي يا أولادي الشوم يعني نفس ويغنوها مع بعض من الأشياء اللي ظهرت في الثورة دي أشياء كثيرة جداً فن موسيقى ورسم وشعر ظهر في التحرير وهناك ثروة كبيرة جداً الآن من هذه الأشياء نفس يعني كما أقول أن رسمين يعني وطبعاً هناك تعبير في هذا جوة عينينا يا مصر التعبير الواضح الكبير جداً جوة عينينا يا مصر يا مصر أنت جوة عينينا فنعتز بيكي وطبعاً رمز مصر ارفع راسك أنت مصري ده كان شعار من شعارات الثورة وفيه أغنية بهذا المعنى ارفع راسك أنت مصري خمسة وعشين ثورة شباب خمسة وعشين وبعدين فيه تعبير هنا عملوها الوحوش عملوها الوحوش مش عارف نترجم يعني عملوها الوحوش في الكونتكست زي في السياق لأن شباب خمسة وعشين يناير يؤمنوا أن أنت مصري وعملت ثورة وترفع راسك ويجب أن تفتخر بذلك لكن ما يحدث الآن هو عمل وحشي الوحوش عملوها قتلوا الثورة أو سرقوا الثورة فهو كاتب الشعار اللي كان معروف والليفتخر بيه كل مصري وبعدين بيقول عملوها الوحوش كان متنبئ أن ده يحصل الصور دي وأسماء الناس حدث في القناصة تعرفون القناصة سنايبرز القناصة وكانوا بيخبطوا في العين ناس كثيرين من شباب الثورة فقدوا نظرهم كان التركيز على عينيهم ففي ناس كثير فقدوا نظرهم فهنا صور بعض الأشخاص رسموهم وكل واحد عنده عين مفقودة وكاتبين أسماءهم دي كانت ظاهرة الآن إذا كنت في مدني التحرير في أي يوم جمعة ستجد شباب كثير بعين وحدة وهذه يعني من مأساها مينة دانيال وكلنا الشهيد مينة دانيال ده اسم قبطي وكان هناك تكريم دائما ليس هناك فرق بأن يكون مسلم أو قبطي فأنا وجدت أن هذا يعني دائما دليل على أن فيه تعاون مع العقباط والمسلمين يد واحدة ليس هناك فرق نرى طبعا أن اتنين من شبابي لكن في النص ابحث مع الشعب ابحث مع الشعب هذا شعار في مصر كان هناك شعار منتشر دائما فور وانتد ابحث مع الشرطة كان دائما معروف ابحث مع الشرطة فور دوس وانتد يحط صورتهم ولك ابحث مع الشرطة هنا انقلب نحن نبحث عن الشرطة ليس مع الشرطة ابحث مع الشعب عن من هذا المشير طنطاوي أو حمدي بدير كل واحد من عضاء المجلس العسكري أنا قلت أن في بلوك في شارع محمد محمود كامل بعد هذا هم أغلقوا الشارع وضعوا هذا الحائط وكانت الحجة يعني السبب أن المتظاهرين يريدون أن يذهبوا إلى وزارة الداخلية وهناك شوارع أخرى لوزارة الداخلية أقرب من شارع محمد محمود لكن يبدو أن هناك شيء خاص بشارع محمد محمود بالذات فهم بنوا هذا الجدار وضعوا هذه الكتل الأسمنت وخلف هذا هناك شرطة شرطة الأمن المركزي وشرطة عسكرية وجيش للدفاع عن وزارة الداخلية قوت عن قوت لكن وطبعا هناك كتابة على هذا يسقط نظام وكله ضد الجيش ضد الجيش وضد العسكريين ونسيطة يعني يسقط نظام هذا من بين من بين الحجرين أنا صورت هذا من بين حجرين كتلتين أسمنت خلف هذا القوات الشرطة هذا من أجن مصر مصر فوق الجميع هذا كان متكرر في حوائط كثيرة جدا الهلال والصليب الهلال رمز المسلمين الصليب رمز المسيحيين فهذا شعار ظهر في سنة 1919 في ثورة في مصر كانت في القرن العشرين في 1919 تكرر هذا كثير لكن لماذا لماذا هناك إنجليزي هنا تعرفون لماذا ليس كل هناك إنجليزي فيها لأن كما قلت هذا بجامل الجامعة الأمريكية وهناك أجانب وهذا للصحفيين الأجانب كذلك هو ليس فقط للمصريين يقرأوا إنما ممكن للأجانب يقرأوا ماذا نريد أن نقول ليس كلهم يعرفون العربية مثلكم طبعا أنتم لا تحتاجون إنجليزي طبعا ربما هذا من المجلس العسكري لن تقتلوا ثورتنا ونلاحظ استعمال الألوان الأسود والأبيض والأحمر وبعدين الأزرق في الخلفية أي رموز هنا نراها؟ من رمز العالم المصري الأبيض والأسود والأحمر والأزرق في الخلفية رمز النيل والماء لأن هناك اللون الأخضر أحيانا وهو رمز زراعية لكن أحيانا يضعوا اللون الأزرق أو اللون الأخضر هون يقول عفوا يا مجلس العار من يعرف كلمة العار؟ عار عليك عيب عيب عار يا مجلس العار من يريدون بهذه الكلمة؟ عيب يا مجلس العار عفوا يا مجلس العار ما هو مجلس العار؟ المجلس العسكري يعني مصر لن تقتلوا ثورتنا عفوا يا مجلس العار يعني نحن نقصدك رسالة رقم واحد من الشعب المصري إلى مجلس العسكر هو اللي يقول المجلس العسكري مجلس العسكر وكلمة عسكر يعني هي يعني تقليل من قيمة المجلس العسكري العسكري يعني تعبير مثلا هو رجل عسكري يعني لكن مجلس العسكر لأن كلمة عسكري هي أقل رتبة في الجيش أقل رتبة أصغر رتبة في الجيش فمجلس العسكر يعني الناس الذين ليس لهم أي أهمية يعني فيسمونهم مجلس العسكر وليس المجلس العسكري ارحل لا تأسف على كلب ما تسيده فلن يكون ولاءه إلا ده طبعا فيه غلطة إملائية هنا معلش اللي كتبها ربما رجل سباك أو سامكاري أو بتاع الكشري هو بتاع الكشري فهنا لا تأسف على كلب ما تسيده فلن مش فلان ها فلن ها يكون ولاءه إلا له ممكن مين يترجم بيديه بالعربي بالعربي ها طيب ها طيب ها طيب ها طيب ها طيب ها طيب سيسرين بيديه ها لأنه هو ها طيب فَمَنْ يَقْصِدُونَ بِالْكَلْبِ الَّذِي مَاتَ سَيِّدُهُ الكلب الذي مات سيده هو المجلس العسكري أو المشير طبعا ومن هو السيد مبارك يعني وطبعا هنا متافور يعني هو مالغير موجود فولاء المجلس العسكري ليس للشعب الولاء اللويلتي ليست للشعب هي للسيد مواصفات رئيسنا القادم إنه كون ذكر مش مشير ذكر يعني ذكر يعني رجل يعني ليس مشير يعني كده مش حنخاف ومش حنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي رايمت إحنا كرهنا الصوت الواطي مش حنخاف ومش حنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي مش حنخاف ومش حنطاطي يلا إحنا كرهنا الصوت الواطي إحنا كرهنا الصوت الواطي ممتازين انتو ثوريين جداً احنا كرهنا صوت الواطي مش حنخاف ومش حنطاطي شباب شارع محمد سويلم عزبة الورد عرب المعادي غرب المعادي وتسوع عرب المعادي انت عارفهم الحيطة دي عارف المعادي يعني عيش حرية عدالة اجتماعية دي بعض الشعارات بعض الشعارات اللي كانت بعض الهدفات اللي كان بيطلقها الناس غاز وخرطوش والرصاص احمدك يا رب يعني يسقط حكم العسكر هذا الشعار كان هذا المبنى يعني مبنى المجمع مين يعرف مبنى المجمع في ميدان التحرير اكبر مجمع مجمع مكاتب حكومية مكتب حكومي مئة بالمئة معظم هذه الاشياء على هذا المبنى على مبنى المجمع نفسه ويسقط حكم العسكر يسقط المجلس العسكري الحرامي نلاحظ طبعا ان المهارات يعني مهارات الخط والالوان فكان هناك فريق كبير جدا من كليات الفنون كان هناك عدد كبير منهم في ميدان التحرير يكتبون ويرسمون وعندهم الوان ويمسك ايدك يرسم العلم على ايدك وهكذا عدد كبير كبير جدا من الفنين وكانوا ياخذوا على الارض وكانوا رسمين صورة المشير بس في فايل تاني غير ده وكان لهم نشاط كبير جدا فيه طيب فيه هنا شيء اخترت ان احنا نشوفه ربما انا كنت اصور بالفليب كاميرا هو فوق ولا تحت تحت خالص حاضر هنشوف يا سيدي يالله 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 اشياء كثيرة جدا من ميدان التحرير لسه مشتح ده عمر خليل هنا هون اين يا شيف؟ اين انت؟ اه اه كان يعجبني هذا اله كيف نفعل هذا؟ مم؟ مع الدستراب اللي شفتها دي على الدستراب فهنا صورة صورة؟ في الدستراب في الدستراب اه في الفليب؟ اه بره الفليب بره الفليب اه انت طلعتها بره الفليب يا راقل يا طيب هيا دي كلوز ليس دي طيب مع السلامة هون 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 الله اكبر يالله ماذا نقرأ هنا ها؟ المجلس العسكري ها؟ المجلس العسكري ها؟ اه طبعا يعني ده نموذج لان الشباب اللي في ميدان التحرير مبتكرين خلقين فنانين بيفكروا أنا استبطتها دلوقتي استبطتها هو يريد أن يرسل رسالة يقول أن المجلس العسكري هناك طلبات دائما نرسلها إلى المجلس العسكري نقول نريد هذا نريد هذا نريد هذا مثلا محاكمة حسني مبارك محاكمة الآخرين البحث عن الذين قتلوا الناس في ميدان التحرير مطالبة باسترداد أموال وهكذا الأشياء لا تحدث إنما تأخذ وقت طويل جدا وهم يقولون أن المجلس العسكري لا يتحرك بسرعة الثورة تريد تحرك بسرعة فكان هذا واحد من الأشياء من أشياء كثيرة جدا في ميدان التحرير حتى الأيام دا بعد الثورة يعني هذا أنا كنت هناك في ديسمبر الماضي مثلا لكن واحد من الأشياء الخلاقة تجد أشياء كثيرة جدا يفعلها الناس يعني هناك في الميدان تعبر عن رأيهم بطرق مختلفة فأنا وجدت هذه السلحفة نموذج للطريقة الإبتكارية طبعا هناك كتابات كثيرة جدا في كل مكان سمعت اليوم في الأخبار أن الجيش الآن بدأ يدهن كل الحوائط يزيل كل الكتابات من على المباني والجدران وأثناء سيري في الشوارع كنت أخذ صور للدعايات الانتخابية ماذا يكتب الناس ماذا يقول الناس ما هي المبادئ التي يريدون أن يرسلوها المفاهيم التي يريدون أن يعرفها الناس عنهم لكن وجدت الشيء غريب جدا وربما هناك صورة لهذا أن السلفيين مثلا متدينين جدا لكن القانون يفرض أن يكون مرشحين لازم يكون فيه نسبة نساء من المرشحين يكون فيه من كل حزب لازم رجال ونساء نسبة معينة من النساء فالسلفيين عندهم أن حرام أن النساء تكشف وجهها أو تتكلم فكان في بعض الصور في الدعاة الانتخابية صور المرشحين والنساء هناك وردة وردة هناك صور كثيرة جدا لدعاة انتخابية والسلفيين لا يريدون فنسألهم لماذا؟ طيب هذه إذا نجحت ممكن تكون في البرلمان وصوتها عورة تعرفون كلمة عورة يعني يعني هي لا يمكن مرأة تتكلم إذا كان هناك رجل غريب فصوت المرأة عورة ووجهها عورة وربما عقلها كذلك عورة فمثلا كيف ستكون عضو في البرلمان وتتكلم عن رأيها؟ قالوا وهي تكتب ما تريد أن تقول وتعطيه لواحد من السلفيين الأعضاء هو يقرأ ما هي ماذا تريد أن تقول ومثلا تصوروا هذا السيناريو مثلا أنت سلفية علي تعالي بس يا جنبي هنا تعالي جنبي بس تعالي نعم بس تعالي وطبعا مطلوب من الرجل السلفي أن يغد البصر يعني لا ينظر إلى المرأة ككذا يعني فهي تريد أن تقول شيء للبرلمان تريد أن تكتب أو تريد أن تقول أن أنا أوافق أو لا أوافق هذا رأيي يعجبني بما فكرتي هي كذا هي تكتب وتعطيها لي وأنا طبعا أخ لازم يكون عندي داخل طويلة لازم واحد سلفي لازم لا تعطيها لواحد غير سلفي لما تعطي الورقة وتعطي الورقة بطريقة معينة لازم تعطيني الورقة كده يعني ها هذه مشكلة كبيرة هي مثلا كتبت كتبت ما تريد أن تقول ثم تعطيها ليه لا ينظر إليها طبعا وأقول الأخت وردة تقول أنها مثلا لا توافق على قرار وأرشان وبعد ما انتهي منها تفضل ليس لا ينظر إليها هذا هو هذا هو مذهبهم يعني في طريقاتهم كيف كيف في مجتمع مفتوح شكرا يا أخت شكرا يا أخت كيف في مجتمع مفتوح مثل مجتمع المصري كيف يمكن أن يكون هذا هو المطلوب من الشعب لأن هنا ليس فقط أن أنت تفكر في ذلك أو أنت تؤمن بذلك إنما الخطة أن كل الناس تعتقد أن هذا هو الصحيح يعني معنى ذلك أن كل امرأة تخرج إلى العمل هي مرتكب ترتكب جريمة وأن كل امرأة تتكلم وأن كل امرأة تغني وأن كل واحد يستمع إلى موسيقى وهذه نهاية آيفون آيفاد هذه نهاية لأن هناك موسيقى في آيفاد وآيفون ممنوع آيفون وآيفاد ليس هناك أي آلة وراديو لأ وتلفزيون لأ يعني هناك مشكلة كبيرة في الإيديولوجي إن كيف يمكن تنفيذ فكر معين في مجتمع يعني مختلف تماما فكنت أصور دائما السلفيين وكنت أتكلم معهم وأجدهم شباب مثقف ومتعلمين جدا ولكن يؤمنون بذلك أن هذا هو الإسلام الصحيح وأن أنا كافر يعني كانت كانت مشكلة كبيرة ما طيب مع السلام شكرا شكرا على أي حال هذه كانت بعض بعض نماذج من ما يكتب الآن وممكن نقرأه خصوصا في مداني التحرير وربما إذا ذهبتم الآن إلى مداني التحرير ربما هذه الأشياء لن تكون موجودة لكن إن شاء الله يعني سوف تستمر الثورة أي سؤال بالعربي أو بالعربي فضلي لما كنت في مصر أنا كنت يعني أخذت درس مش عارف الحركات الإسلامية و كنا يعني نقرأ الكتابات بتاعتهم بتاعة الإخوان وكمان بتاعة السلفيين وإحنا قبل ما حصل الانتخابات إحنا كنا بنقول يعني السلفيين يعني ممكن يحصلوا على خمسة في المئة بس أكيد أقل من ذلك ممكن اثنين في المئة بس يعني وكمان أستاذي وكمان كثير من الناس كانوا بيقولوا آه السلفيين بس محدش يعني ينتخب يعني لن يختب لن ينتخبوا خالص فأنا استغرب كثير لما حصلوا على عشرين في المئة أو مش عارفة يعني ما ما رأيك في ذلك يعني هذا كان استغراب استغراب كبير جدا يعني لي فاهميني السؤال هيا هيا أريد أن سؤال خلي خلي دي لحد تاني السؤال أن ليس من المتوقع مش ممكن أبدا نتوقع أن ممكن السلفيين ياخدوا عشرين في المئة من أصوات يعني كثير بالكثير ممكن خمسة بالمئة لكن لماذا حدث ذلك ده ده سؤال مهم جدا نفس نفس نحن بنسأل نفس السؤال لأن إذا تكلمت مع أي أحد لا يتوقع أن السلفيين ممكن يعملوا كذا لكن ما سمعته وما ذكره الناس آخرين وما حدث على اليوتيوب يقول أن السلفيين كانوا يذهبون إلى الناس خارج الدائرة الانتخابية في الطبور في الصف يخذون ويقول معظم الناس غير متعلمين لا يعرفون أي شيء عن الانتخابات ومشكلة الغرامة فهم يقولون هو لا يعرف ما ينتخب خصوصا ورقة الانتخاب مثل هذه كبيرة جدا وفيها مئة وثلاثين اس مرشح أسماء ناس والرمز الرمز سيمبل واحد رمزه مثلا مايكروفون واحد رمزه كرسي واحد رمزه جايستوف واحد الرمز بتاعه هم لا يقولون للناس انتخب الفنوس الفنوس الانترن الرمز للسلفيين كان الفنوس الانترن فهم يقولون يسأل من أنتخب ماذا أفعل الفنوس الفنوس علم على الفنوس فالشخص لا يعرف من هو الذي يمثل الفنوس من هو ما هو الاسم وراء الفنوس من هو الشخص وراء هذا وبعدين الحزب للسلفيين اسمه حزب النور حزب النور وهذه كانت خدعة لأن قالك انت عايز النور ولا عايز الظلام ما تريد انت تريد النور ولا تريد الظلام طبعا كل احد يريد النور اه اتخب حزب النور يا أخي وكانوا يذهبون إلى المسيحيين في المناطق المسيحية ويقولون أن حزب النور هو نور العذراء مريم لأن الرمز عند الأقباط أن نور نعرف أن مريم العذراء عندما يصدر نور عندما تحضر في مكان ويقولون أن حزب النور هو نور العذراء مريم فكانوا ينتخبون حزب النور فهم اختفوا وراء هذه الأشياء وراء الرمز وراء عملية الخداع وكانوا جاهزين دائما عندهم فلوس كثيرة جدا لا نعرف من أين يعني عندهم مبالغ كبيرة جدا ملايين الملايين استطاعوا أن يعيدوا الناس فيه على اليوتيوب واحد من حزب الثورة مستمرة من الجداد الليبراليين بيشتكي أن في بعض اللجان الانتخابية وجد أن ناس من الإسلاميين السلفيين أعتقد السلفيين أكثر من إخوان الرمز لهذا الشخص كان رمزه الأهرام تعرفون الأهرامات البيراميز فالرمز هناك الاسم والرمز الاسم والرمز لأن الناس لا يقرؤون فالرمز هم يعرفون الرمز الرمز كان الأهرام فالسلفيون ماذا كانوا يقولون له هذا وثني هذا وثني يعبد الأصنام أنت تريد واحد مسلم أو تريد واحد وثني لأن الرمز الأهرام رمز للفراعنة والفراعنة بالنسبة للإسلاميين هم وثنيون يعني هناك طرق كثيرة جدا للتحايا وربما هو الذي أدى إلى أن الإسلاميين إلى أن السلفيين يأخذوا نسبة كبيرة بهذا الشكل لكن قطعا 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 إذا الناس يعني استنارت السلفيين ليس لهم مركز خلال السنوات الماضية يعني تم الحديث في أكثر من مكان شرقا وغربا بأن هناك اتجاه عام نحو الدين سواء كان الدين المسيحية أو الإسلامي أو اليهودي ألا يمكن أن نفسر ربما يعني خاصة لدى المثقفين يعني صحيح أن هناك نسبة من المنتخبين المصريين الذين لم يتلقوا تعليما أو تثقيفا جيدا لكن ألا يمكن أن يكون أيضا هناك جانب آخر نوع من الهروب من الأنظمة العلمانية التي كانت سائدة في الماضي سواء كان لدى تونس عند بن علي أو مبارك أو كذا نوع من الرغبة في تجربة جديدة حتى لو كانت لدى الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهم من الحركات الإسلامية الأخرى كيف يمكن أن ترى لا شك هذا ما تكلمنا عنه المحاضرة الأولى لا 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 يعني نفس تكلمنا نفس الشيء أن التجاه الإسلامي ليس خطأ في حد ذاته ليس عيب لأن عندنا دول دينية عندنا مجتمعات متدينة لكن إذا فعلا كان الحكم حكم بمبادئ الدين التي تستوعب الجميع التي تفتح الأبواب لكل واحد تعطي ليس هناك أي شكل هو قراءتك أنت يعني بين هذين الاتجاهين لكن الاتجاهين أين ترى اتجاه الناس لدى السلفيين بالذات والكل يعلم خاصة في مصر والبلاد العربية التوجه المتطرف يعني السلفيين موجودين في الأردن وفي مصر وفي كثير من البلاد ولدى الناس الآن خاصة يعني بعد أحداث 11 سبتمبر وعي تام بفكر هؤلاء الأيديولوجي نحن نرحب مثل أي أقلية هل هناك أي اتجاه ضد الشيوعيين مثلا أو ضد الناس الغير المؤمنين يعني المجتمع المفتوح مفتوح للكل لكن إذا كان هناك شخص سلفي أو حزب سلفي بيعتقد أنه هو الأصح والآخرين هم الخطأ أو يفرض أن رأيه هو الرأي السليم في كل كلامه وكل دعاياته وكل أدبياته يدامي دائما يتهم أنه هو اللي على الصلاة المستقيم والآخرين ضالين هذا ما نحتاج عليه إنما لو أن السلفين استوعبوا أنهم جزء وهم يقولون ذلك الآن يقولون ذلك بلا ذكاء لأنهم يريدون أن يقولوا هذا يعني يقنعوك بأنهم ديمقراطيين لكن كلامهم نفسه لأنهم يتعودوا على هذا كلام هم تعودوا على أنهم هم الصحيح فمحاولة أن يقولوا نحن ديمقراطيين يعني ليست محبوكة تماما لأنها ليست صادرة عن إيمان وطبعا النظام الإسلامي في تونس نرحب به جدا 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 نرحب أي نظام ديني لكن هذا نظام الديني لازم يحترم الأنظمة الأخرى ويتعايش معها يعيش معها ويكون جزء منها أقول قولي هذا وستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا